أكدت وزيرة التعامل الدولي رانيا المشاط حرص الدولة على دعم مبادرات الأكاديمية للتدريب وتعزيز دورها في تحقيق أهدف التنمية المستدامة مستعرضة في ذات السياق التقرير السنوي لوزارة التعامل الدولي لعام 2023 الذي صدر تحت عنوان منصات رسم السياسات وتعزيز الشراكات ويتضمن تفاصيل الشراكات الدولية في مختلف المجالات ولسيما الاستثمار في رأس المال البشري سواء الصحة أو التعليم أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة والتدريب والحوكمة جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التعامل الدولي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب راشا راغب بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف استكشاف فرص التعامل المشترك وتعزيز الجهود المبذولة لدعم مقترحات الأكاديمية في مجالات التدريب وتعزيز الشراكات الدولية لدعم جهود التنمية